عقدت توزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية في الوزارة وكذا إنشاء مركز السيطرة والطوارئ لوزارة التضامن الاجتماعي الجاري تنفيذه حالياً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تناول هذا اللقاء عرضاً تفصيلياً لمراحل العمل الجاري تنفيذها الإنشائي والتقني بالاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في دعم استراتيجية تحول الرقمي داخل الوزارة ضمن رؤية مصر 20-30 وفي إطار بناء منظومة معلوماتية تخضع لمبادئ الحوكمة بالإضافة إلى العمليات والتشغيل والتحكم والاستضافة بمركز P1 للبيانات